هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفه هو شايف شكل العلاقة. حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب حاسس ان هو مقيد. في امور كتير غامضة بنزيله ومشترحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها. وخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزسول هو عايز يتحرر من من التقايد ده. معايز بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اا يعني هنا الطارب ينصحك. انك لازم تفكر. وان تذكيرك يكون انت واصرتك. وان اا ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بانتحق العلاقة الثلاثية اا ممكن تكون هي سبب اا يعني سبب اا الخسارة في العلاقة دي او اا او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب تانهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية. اا المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اا تستشير حد دي يكون اا بتسج فيه. اا اا عشان تقدر توصل اا يعني الحل يوصل العلاقة للكارف ده ده صن. يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاخسن او ان انت تقوم مبسوط او سعيد في العلاقة. اا حاول تفكر بشكل سليم. حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف الثاني. اا كمان خاول تسأل حد تشير حد. اا ولو فيه لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده اا حيرة. يعني حيرة انا شاية اقرار اللي قدني فيها حيرة كتير. اا بالجاز ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي اا او اللي انت رحلة انت بتحس ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتحس انك في حاجة اا هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف الثاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك كتير محتار. بتفكر. اا في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. لنفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت باصل الحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. اا خايف تختارها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت ارتراقة العاطفية بالنسبة للمتزوجين. دي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى لكم التوفيق والسعادة. والمسور لقرارات سليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسببكرايب. عندي انفجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمتصلين والمتلقين من اا برج النزال. المتلقين والمنفصلين من برج النزال. اا القراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. اا تفكير الثرفي التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تتفكيره عشان لو عايز ربوع او كده. والنصيحة بتاعفك. الطاقة الاولى اللي موجودة بتاعفك. الزتاور. ااا البرج. اا فدي يعني طاقة الانفصال سعلا او اا او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي اا في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. ااا اللي ورا كده ان بعضكم اا يعني بالفعل بعد الهدم ده اا السادة يعني يبصل قدامي يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة اا جديدة. انا شايفة بعضكم راح لعلاقة او اتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفاصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم ااا يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية ااا شايفة الكراءة ممكن تكون عاقتية. عشان تكونوا عارفين. ااا كان في علاقة صراسية شايفة طرف ااا اا ندمان على خسارة زعلين على حاجات كتير ععملها وما جابتش نتيجة ااا شايفة علاقة hub ممكن يكون ااا بعضكم نسافر في سفر لكن بالنسبة للمنفرطلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع يعني في رجوع ممكن يحصل العلاقة من الماضي شايفك يعني بتبص على العلاقة كتير كنت مثلا عايز تحافظ عليها عايز برضو العلاقة دي الدوجية دي او قبل الانتصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا فيه لغبطة كتير نوعا ما ممكن اقول ان انت كليك دور فيه يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايتك يعني مش مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوطرك او بيوطر الثرف التاني بسبب ان فيه حاجات هو مش عارفها اه بالنسبة للحاضر اه انا شايفة بعضكم فعلا فيه فيه علاقة حب اه بعضكم اها يعني خرج من الماضي تميلا الماضي مات بالنسبة له اه حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار و اه حاسس ان هو سعيد ممكن يكون يتقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب اه انت حاسس يعني يعني بزيك لو انشوا واحدة ستة يعني في برج الميزان اه انا شايفاتك اه وكأنك شايفة نفتك في احسن حالاتك يعني شايفة نفتك اه حالتك كويتة اه وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر اه يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر اه لكن بالنسبة لبرج الميزان نخليك بيوطر بالنا اه يعني من علاقات اه يعني من حد يضحك علينا علاقات اه من غير زواج اه يعني علاقات اه او يعني يكون فيه اه اه هوا ونفس واتوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية التواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا فيه كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح اه عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احضر اه من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان اه المستقبل باذن الله انا شايفك اه يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق اه بتقسل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط ارتباط مثلا لو حد يكلمك في حب حد يكلمك في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك اه اه اعاوز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون اه مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقايد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقايد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بالدفع عن نفسك هنا انت واقض حذر عايز تكون اه منطلق اكتر في حياتك او تحب تحرير اكتر او تختار اه زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد اه اه يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل واللي انا شايفا كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تضيقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك اه يعني كثير تفكيراك في تحرور ده اه 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 في تغيير في تغيير جزري ليش تحرور بس ته seguir من كل حاجة فى المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف الثاني بيفكر ازاي? او دماغه فيها ايه من ناحيتنا? انا شايفة الطرف الثاني يا برج الميزان عنده حب ليك. فيه حب. فيه حب وحب كبير جدا. اه حاست ان هو مخدوع يعني حاست ان انت خدعته وحاست ان انت سيته من غير سبب. اه كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حس ان هو يعني اطعمت كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك. اه لسه نستني من التواصل او نستني ان انت اه تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع. فيه حب كبير. ده من ناحية الطرف الثاني. اه بالنسبة للمطلقين ولمنصفين. النصيحة بتاعتك يا برج الميزان. اه يعني اكتر اقطع. اه يعني نصيحتك انك انت اولا اه ما تتصرعش في علاقات. دي اول حاجة. اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات. ممكن دي زي اللي شوفنيها. ممكن تكون انت في الوقت الحاضر. اه انت كويس مرتاح وضعك مستقر. اه كتير منكم بنزدول الماضي ميت. اه حاجات يعني عندك فعادة متنتظارك. اه بس. ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او فيه علاقة حب. هي ممكن تكون مستدقة. في البعض منكم اكيد مش فيها كلكم. اه هي مستدقة او فيها نوع من انواع الخبط او اه او فيها اغراض معينة. مش اه اه مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط. اه لازم تفكر كويس. اه قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس. اه تستحق اه يعني اه انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده. اه عندك كمان امنية اه انك تسعى علشان تحققها. او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها. في امنية كبيرة عندك عايز تحققها. وبيقولك ايس عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني. ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو ارتباط في العالم حاليا او بيعيش كثة حب او علاقة حب اه اه بعضوكم يخلي بالو وبعضوكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار. وبعضوكم فيه رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معي طلطراءة قبل ما انسى. اه طاقة نارية معيكم كتير. الهوائية زيكم والطاقة المائية. اه طاقة ترابية بسيط. الابراج اللي موجودة موجود معك برج الاسد. الجادي. اه اه ادلو الحوت. الميزان. السرطان. اه العقرب. يعني هي زي والعزراء. اه دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل الطاقات اه موجودة معك في الكراءة. اه حسب السعيد وموفق للجميع ان شاء الله. ونروح للعازبين والغير المرتبطين من برج النيزان. في النسبة للعازبين والغير مرتبطين. اه طاقة في الشهر ده برج النيزان انا شايفك اه يعني اه بتحتها في المفتوط اه في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة حب. اااااااا. اااااااا لكن شايفة اللي بقى دي كده تباعد. ااااااا ايو وعلاقة ثلاثية. مش عارفة ليه برج المنزان تقت كون مهاردة مائية كتير علاقة ثلاثية. كلهم. المتزوجين والمطلقين والعزبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية. ممكن تكون انت اللي كنت فيه علاقة ثباثية او دخلت مع حد اه في علاقة هو عنده طرف تاني اه بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مفصوط بها جدا تريد اه اه حاسس بنفسك حاسس اه يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واحد واجهة للدخل اه كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها انت من ترضى ثالث او انت اقتشفت ان انت ترف ثالث او فيه ترف ثالث اه كل الحاجات الاولى ذي اه التقلبت اه شيثة شيثة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروت الحب موجودة كان فيها حب وحب كبير كمان وآآآ كان فيها توازن وفيها تناغم. انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها. حاسس كمان ان دي تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار. يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة وبصالحة وتنفع زواج وبحب والاستقرار واصفال وكل حاجة. لكن فيها مشاكل. او فيها تدخل من اشخاص. وفيها طرف تالت عند البعض. اه الحاضر بتاعت انا شايفاك اه حاليا انت صادر على حاجة. في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها. انت في حاجة صادر عليها. اه كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية. تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او اه ان تعطيلك عن الارثبات او عن الحياة ان اتبقى في ظروف مادية. يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا. التقاطي اللي موجودة معك في القراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية. كل القصص موجودة. والابراض جي معك الاسد. العزراء. الميزان. ممكن بعدكو بيحب حد من نفس البرج. الجوزاء. قلنا الاسد موجود. اه.